موسيقى يعجر منزل كمال خداج بالأقارب والأصدقاء والمتضامنين بعد توقيفه منذ يومين من قبل مخابرات الجيش بتهمة التعرض لرئيس الجمهورية على الفيسبوك أنا بطالب الدولة أن تجيب لي جوزي تطلع لي جوزي أنا عندي أربع بنات أربع بنات عندهم مدارس عندهم جامعات عندهم سنويات عندنا أجار عندنا مصاريف الدولة نغرقتنا تحت الأرض سكرت لنا كراجنا سكرتنا مصالحنا كله من وراء هالدولة هاي عندي لكونني بناتي كليتون شو بيعملوا بناتي بكرة كيف بيروحوا على جمعاتهم كيف بيروحوا على مدارسهم مين بدوا يؤمن لهم معيشتهم بتارك تجوزي بالحبس أهل كمال زوجته وبناته بانتظار معرفة مكانه فبحسب ما يروون ومن خلال تواصلهم مع المحامي كمال يجب أن يكون اليوم في المحكمة العسكرية لكنهم بعد السؤال عنه تبين أنه ليس موجودا ويناشدون الدولة بإعادته إلى عائلته كلنا بدنا نعرف ونو كمال ما حدا عم يعطينا معلومي ولا وصغيري شو عمل كمال لي نزلوته حتى ساعة عارض ما نعرف عنه شي نحن من كل السياسيين أنه ينظروا إلى الحالة التي نحن فيها وشغلة مع العاجل الصير بس نشفيها الطريقة هذه بعض السلطة يمارس الترهيب الفكرية والقمع فإلى متى سيستمر التعرض للحريات العامة خوفا من الانتقاد ومن أصوات الحق؟ اشتركوا في القناة